بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سفارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب علي أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيين لكم ونكره في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وأنبتت من كل زرج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس فإن يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقوا يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة لنقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبينين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلام البعيد يدعوه لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم من يقطع فلينظر أرهم يذهبن كيده ما يغيره وكذلك أنزلناه آيات ببينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والنجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق روسهم الحميم يصهر به ما في بطولهم والججود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ظن أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويحلون فيها من أساور من ذاب ونؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه من الناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بيمة أنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يقنى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان وجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفوا الضير أو تهلي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نحلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بينة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا كين يناله التقوى منكم كذلك سخرانكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آموا إن الله يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض إنه دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر في أسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقضي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة دور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوح وعان وثمد وقو إبراهيم وقو لوطن وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكنا وهي ظالمة فهي خاوية على عرشها فهي خاوية على عرشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل خلوب التي في الصدور ويستعجرونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب جحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إذا تمنى أنقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فثنة للذين في قلوبهم مرم والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لها ذي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ونالذان الذين كفروا في إيرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذال يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسما وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله عفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سبيع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله نطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكنا في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الضاهر للناس لرءوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يعيتكم ثم يحييكم إن الإنسان كفور لكل أمة جعلنا من سكن الناس كوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جاد لك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك عن الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ننسنهم به علم وما بالظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في مجوه الذين كفر منكر تعرف في مجوه الذين كفر منكر كانون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعونه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن اجتنعونه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطنوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتتاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتتوش هداء على الناس فأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير